أخيراً وبعد أكثر من أربعة أشهر على انقطاع مصدر عيشكم الوحيد يقف هؤلاء الجنود المنتسبين للمنطقة العسكرية السادسة وعلى هيئة طوابير تضج فرحاً وحزن يتقاطرون الاستلام راتب طال غيابه فكان انتفاقمت معه كل معيشة وضاقت بهم وأسرهم عنوين الحياة أخيراً استلامنا راتب بعد خمسة شهور ونرجو من الشرعية أنها تصرف رواتب الجيش شهرياً لن حالتهم حالة سيئة جداً جداً راتب وحيد لا يكفي لسداد ديون تراكمت خلال أشهر عدم الراتب الزكيد الذي يتقاضه الجندي اليمني يقول هؤلاء لكن خحاجة العسكري ومثله المدني من موظفي الدولة لمعاش يقيهم عذبات الفاقة وظروف أعوام تسح وجعاً وبؤساً في مهرجان الجوع والحرب جيش الأول جيش في العالم يقاتل بدو بلارة واتب جيش يقاتل خصوم يعني لا يستحن بهم ويقاتلون بإمكانية الدولة ونحن نواجههم يعني بجيش هكذا يعني ببلارات بلا شيء نبأت رسالتنا للقيادة نقول كيف تريدون أن تحقيق نصر يعني من جنده يقاتل في الجبهة وعياله يتسولوا ما يجدوا ما يسد رمقهم يعني كيف تكون معنوية ومع ذلك لا جالوا الأبطال صامدين يشكون تفاصيل مأساة الراتب وعذابات غيابه لكن سرعان ما تتقد آمالهم رغبة في استمراره منتظماً بشكل شهري بعد أن تكالبت عليهم مآسر راكن الأشد فتكاً وولايته الصعبة التي كانت منها توقف حركة الحياة فأنا أمل من قيادتنا الشرعية استمرارية تصرف الراتب بشكل شهري وسرعات منعالجة بعض الاتشكاليات التي كانت تقف تعيق صرف الراتب بشكل شهري وجود راتب شهري منتظم هو أقصى ما يتمنى موظف مدرج ضمن كشوفات بلاده لكن سرعان ما تصبح تلك الأمانية أضغث أحلام في بلاد فائضة عن حاجة أبنائها هنا في مقر اللواء خاند بن الوليد التابع للمنطقة العسكرية السادسة يحتشد هؤلاء الجنود لاستلام راتب وحيد بعد انقطاع استمر أكثر من أربعة أشهر على الأقل علي الجردي قناة بلقيس الجوف